صاروخ يحمل رسائل سياسية تتعدى حدود الإقليم ذلك الذي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه حاملتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر فعلى إثر ذلك الصاروخ عقب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بتصريحات وجهها للبيت الأبيض معلناً أن البحر الأحمر لم يعد في مأمن من نيران بلاده أو ما يمثلها من ميليشيات تنفذ سياساتها الخارجية تصريحات سليماني سبقت مرحلة عقوبات اقتصادية أمريكية ستفرض في شهر آب المقبل على إيران وتعتبر الأكثر قسوة في التاريخ وتستهدف منع طهران من تصدير نفطها كما أن تلك التصريحات خرجت عن نطاق الدبلوماسية إلى مسار التهديد والوعيد أنتم من تفرضون الحرب لكن نحن من سيفرض نهايتها نحن عشاق الموت متعطشون لإراقة دمائنا في الحرب وغيرها من الجمل النارية التي وجهها سليماني لدونالد ترامب والتي تدل بحسب مراقبين على مدى إدراك طهران لكارثية العقوبات الأمريكية عليها فلاجأت إلى التحرش بدول الجوار العربي عن طريق ميليشياتها في اليمن في خطوة تجعل الساحة العربية مسرحا لتصفية الحسابات الدولية فباتت حرب المضائق المائية هي الأداة التي تعتقد طهران أنها تمتلكها لضرب المصالح الأمريكية إذ سبق لها أن هددت بإغلاق مضيق هرمز أمام تصدير النفط الخليجي وتسعى من خلال ميليشيا الحوثي المتمركزة في ساحل البحر الأحمر إلى التحكم بمضيق باب المندب الذي يعتبر من أهم الممرات المائية العربية وتأتي أهمية باب المندب من كونه ممرا لنحو خمسة ملايين طن من النفط يوميا ونحو عشرة بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم كما أنه يعتبر ممرا رئيسيا لقناة السويس التي يمر منها نحو 12% من حجم التجارة العالمية ولتلك الأسباب يرى مراقبون أن الساحة اليمنية ستشهد أهم تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران ترجمة نانسي قنقر